أهلا وسهلا بكم ورحبا بكم معنا مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات الصباحيات دوزام اليوم في فقرة نصائح في التغذية معنا دكتور سارة هبان اللي غادي تحاول أنها توضح لنا فوائد الإفطار على التمر والماء معنا كوتش من الصباحي دائما في فقرة للأحسن اليوم غادي نتكلموا على السعادة وعلى أيضا تأثير المتعة والبداية مع فقرة أمراض وحالات مرحبا بكم معنا في صباحيات دوزام دكتور بشرة بوسلي خان مرحبا بك معنا شكرا على الدعوة أنت أخي صائية في جراحة الأسنان اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي جد مهم واللي أيضا كيفيد يعني واحد الفئة اللي هم الوالدين دينا اللي هم الجدود دينا هاد الناس اللي معتقتهم في السن وفي العمر ففقدوا الأسنان ديالهم تنتكلموا ببزاف على الأطقم ديال الأسنان على اللي دونتشي أيضا كنا عرفوا أنه أحسن طريقة باش نعوض الأسنان الطبيعية اللي هي زراعة الأسنان زراعة الأسنان كيفما يعني في البلدان الأوروبية فأيضا في المغرب عندنا يعني نفس التقنية اللي تخدموا فيها أوروبا وليك تعطيني أسنان قريبة من الأسنان الطبيعية دكتور مرحبا بيك شكرا هاد الناس المسلمين اللي كيتجوا عنا لكابينة دينا أول حاجة كنسغولهم شنو الموتيف للكونسلتاسيون ديالهم السبب علشي جوا عندنا إما كيكون ضاعوا منهم السنان ديالهم وكضعت منهم الوظيفة لأكل ديالهم ولا كيكون عندهم واحد طاقم اللي هو متحرك وما كيقاو شرحتهم معاه كيتحرك مني كيي يكلون تبدأت ترتق كان سببا فكي تعتمد ترتق ومتي تأكلون الناس يعني هكا تحشموا هذا فغالبا متي يوالمهم ما كيرتحوش في الحياة اليومية ديالهم وكي إرقاو مشاكل باش يكلوا وكي إرقاو مشاكل باش يتكلموا مع الناس وما كينساجموش مع الحياة اليومية ديالهم وكي تلبو منا إدوزهم عن التاقم متحرك التاقم التابت وفي هذه الحالات كانت تجهو نوفا التكنولوجيا تقنيات جديدة باش البيوت تلبو تالهم تلبو تالهم نعم دابا كنت تكلموا على تقنيات جديدة إذن دكتور قد نشوفوا الرابورتاج والحالة اللي معنا اليوم ورجعوا نواصله وقع لي حادثة من اللي وقع لي حادثة لذلك الوقت اللي بقيت مستمرة مع دوك سنان اللي قدام ولو كي ضرروني ها السوسة ها الدرسة ها هذه صافي وليدتي بدو كي يقولوا لي يا ماما سيري قل بلك على حل دير حدد سنان وديري فم آخر دابا من اللي درت فم جديد تاني لقيت مشكل ما كان نقدرش ناكل لكننا معروضين ولا جوا عندي الضياب ولا هدا نبغي ناكل كجيني حشومة ما تنقدرش نحيده قدامنا سلكت عندي ناس نبغي ناكل كي اللي كي عفا بنتي كي اللي مادا كان حشم صافي كم قندير معا مصطواب هكا كان ناكل ما تنقدرش كي بقيت ترطق قدامنا ما كان ننقدرش كان هببت هادك شيدة به هاد البلصة المعدة صافي بحالي بقى كي جيني الحراق تضارني كي بقيت تحرك اهدرت مكان اهدرت مزيان المهم اي هادك لقى مشكل ما مشكلة عندك عشيتي للاقلينك جيت للاقلينك حتى كان عندي الفم اللي حيته قبل مركب الفم كان من تحته الفوق ولكن ما ما كان شراحتي قبل من نهايك هادك مشكلة في الصحة قلب السكار تنسيون لا ما عندي تحاجة الحمد لله المشكلة عندك غير الفم اللي مرتاحش فيه داكو مرحبا تفتلي معي العظم ديالك اللي لنم ديكوته اللي لنم ديكوته بحالة يزيزيزوار نحن نقول عمرو في تنعية وممكنش غيري شدك في الفم وهنا دالور يخص ندر واحد العملية اخرى هي تتبيت التقب بواسطة الازدارة على الأسنان لابد المشكلة عندنا سنجو فوق فلاغ جدينا او لسكانير وتعدنا الكتلة العظمية الكافية بشكو عندنا ومن تقنية نريد الزراعة الأسنان ان شاء الله دكتور كيف ماشفنا حالة من الحالات اللي ايضا استفدات من زراعة الأسنان هاد الناس اللي كنستقبلو في الكابينة ديالنا غالبا كيكون عندهم مشاكل في الصحة ديالهم اول حاجة كنتلبو لهم هو الملف الصحي ديالهم باش نشوفو واش ما عندهم مش مشكل في مرض السكري ولا عندهم مشاكل في مرض في القلب وشرين مشكل في المناعة إلا كانت المناعة ديالهم نقصة مشكل في الريا ديالهم وواش كي ياخدو بعض الأدوية هاتش كله كي يخصنا ناخدوه باعتبار باش منقوش مشاكل أخرى من بعد هاد المرحلة كندوزو الأشعة باش نعرفو واش كين واحد تأكل في العدم ولا ما كينش تأكل في العدم إلا كان واحد تأكل في العدم الكبير كاللازم نقومو بالزرع في العدم فلوس بازال فوحد العدم اللي هو ما كيتأكلش فاصلما إلا ما كانش تأكل كبير كان نديرو لازم بلاندينا بطريقة باعتبار النووي نأكلش تكنولوجيا نطلبو من الكمبيوتر والالهبيات والحاسوب يساعدنا باش نحطو هاد بطريقة فيرتويل في المناطق اللي فيهم العدم كافي وباش يكون واحد نتيجة مزيئنة نردية نعم بحل سيدة اللي كانت معنا اليوم إلا internationال من لا تكون العدم كافي واش عندكم اللي تجيبون بالصخرة يعني كيفش كتعاملهم بالفئال يتأكل عندهم العظم. كين بزاب الحلول. السؤال الاولاني اللي كي سولونا بزاب للناس. شحال خصنا دليزين بلان باش نعوضوا واحد التقم كله. واش خص انا بلان باش نعوضوا سنة ولا ولا لا. احنا كنقول لهم نو. يمكننا نديروا الجوش. يمكننا نديروا ربعة. ستة. ماكسيموم ثمانية باش نعوضوا واحد التقم الكافي. إلا كان العظم مزيان ما كنش. العظم كيمكننا نعوضو بوحد. نديروا ستقنبل دي غرف أسوز. ولا كان مشو المناطق لي فيها بحل اللي قلت العظم التابت. وكان ديروا داك ساعات جوش ثلاثة. جوش بلتو ربعة. ستة. ثلاث مليا دي الزرعات. وعليهم كان نفيكسي واحد تقم كافي. عنا ثلاثة دليسولوشيون. إلا كان العظم مضعف بزاف. كيمكننا نديروا جوجو لاربعات السرعات. وكان ديروا عليهم واحد التقم اللي كيتسمى إن بروتين ستابيليزي. على داك اللي دوز كان نفكسي واحد لبوتان دي بخيش. بحل دي كليك لك. وكان ناخدو التقم دياله. المريض كيمكن يفكسي ويزول لاباغي ديالو. ينطفو ويبقى مرتاح. التقم كيقبط حسن. وكيمكن الباسيون يعيش مرتاح. إلا هدر التقم ما كيزورش وإلا كلا التقم ما كيزورش. طريقة تانية كان عنا العدم شوية كتر كان دوزول لاباغيزي ترانس بيسي. لاباغيزي ترانس بيسي كان ناخدو التقم مكان بيسيوه. الباسيون ميمكنو شنهائيين يزول لاباغيزي ديالو. ولكن هاد لسولوسيون كتلزم باش الباسيون يكون عندو واحد نادافة جيدة ويجنو باف السنة عند طبيب ديالو باش يزولو له وينطفولو. كان العدم اكتر كيمكننا مشو ونوت سولوسيون اللي كنسميوها. اللي كتدار على ستة والثمانية. وهاد السولوسيون كتبقى احسن سولوسيون باش يكون عندو واحد نتيجة جمالية استيتيك. اللي كتشبه لدن ناتوريل وكتكون اكتر مريحة. نعم هادو يعني ثلاثة ديال الحلول يقدر انو يستفد منو المرضى على حسب كل حالة. الان كنا كنا نعرفو بالزمان كانت واحد الزراعة اللي كانت كتتاخذ من ثلاثة ستة اشهر. على حسب الفيسير كاب ويالتأم الحام عد باش كنمرو لهذا. نديرو يعني اللي اضو. فواش هاد هاد الطريقة ديال الجراحة ماذا كتتستعمل او لو كتتخدم فقط يعني بزراعات اسنان الفورية. على حسب لك كاليك اللي كيتتلبو نديرو الزراعة وانتاترو واحد تلتشهور ولا شهرين باش داك الزراعات تقبض مزيان على حسب هو انتخذ كاب وكا. كان بعض الحالات اللي كان ديرو زراعات فورية ولكن كيفما كاللحان ديما الباسيون كتكون عندو واحد البخوتيز بروفيزوار واحد البخوتيز اللي كتخلوه يبقى مرتاح وانكلو ياكل بها على ما داك الزراعات تقبض في العدم اكتر. نعم مفهم. اذا يعني على حسب تديو كاب وكا. كل حالة على حدة. شنو تنربح من زراعات الأسنان يعني شنو الانتظارات ديال المريض من بعد عمليات الزراعة. خسنا نعرف بان هاد المرضى هاد اللي كبار شويفسين عندهم مشاكل باش نتفسنانهم. عندهم مشاكل دي برولم مسكولي. عندهم دي برولم أرتيكولي. عندهم نقص فلساليف ديالهم. هاد شي كله كي خسنا نعطيهم واحد نتيجة اللي تكون مرتاحة ودائمة. ونخليهم نعطيهم واحد وظيفة الأكل اللي كتتعطيهم. ما يكونش عندهم شي مشكل فلسالما ديالهم ولا في المعيدات ديالهم. ونحفظو لهم على نسهلو لهم الكلام ديالهم باش ينساجموا معنا في حياتنا. في الحياتنا. ونشاركونا في حياتنا. ونعطيهم واحد ابتسامة جدامة. باش نحن نوفيد والله يخليهم مننا. أمين يا ربي. فما عدناش يعني غادي نقولوا أنه الناس الكبار اللي دائما هم واحد ناس اللي منا من العائلة ديالنا وليخزنا أيضا نتلو فيهم. فعلى حسن ما قلتش دكتور. فزراعة الأسنان ماشي فقط تسعطيني واحد منظر واحد يعني واحد ابتسامة يعني جدابة وزوينة. ولا إني أيضا غادي تساعدني باش نعاود نستاعد الوظيفة ديال الكلام. غادي تعاودني على الهضم. فإلا عندي ما عنديش سنلفة أوتوماتيك مو فما عنديش لمدغ مزيين للمستيكاسيو ما زياناش. ذوك الماكنالي بغتوصلي للمعدمة مهضوماش مزيين فهنا أيضا غايت أطر جهاز الهضمي. فبجموعة ديال الفوائد الصحية دكتور. لهذا كان كان نشجع الناس باش يمشوا لهذه الحلول هذه. هي غادي تعطيهم واحد الراحة كثيرة واحد الانسجام في الحياة اليومية ديالهم. نعم. وش الزراعة ما عنداش مادار؟ الزراعة ما عنداش مادار إلا درناها على حسب الكنديسون اللي يخصان ديروها فيهم. بسي تاديخ. إلا كان عندهم شي مراد ناخدوه بعتبار. إلا كان ياخدوش يدوان ناخدوه بعتبار. إلا كانوا سديجان دياباتيك. خصنا يفوستابيليزي لديابات ديالهم. إلا كانوا كان التدخين كيخصان نقصوا من يحاولوا يزولوا التدخين. هاتش كله كيبقى لازم باش الزراع ديالنا ينجح ويعطي واحد النتجة اللي هي اللي هي مزيانة. شكرا لك دكتور بوشرة بوس لخاني على التوضيحات اللي قدمت لنا. مشاهدينا نمر الآن لفقرة نصائح في التغذية. شكرا لك. فقرة نصائح في التغذية معنا اليوم دكتور سراهوبان. دكتور مرحبا بك. شكرا على الدعوة. العافو. إذا كنا تنعرفوا في المغرب من العادات المغربية والأصيلة ديالنا هو أن أنا كان في طرق بأميها وتميراس من أحسن العادات الغذائية. الماء يعطيني ترطيب للجسم بعد واحد الساعات طويلة ديال السيام. والتمر يعطيني طاقة باش نقدر عاوتيني يعني أنا نفطر مزيان. ونعاود عاوتيني السيامي ديال لغدلي بوصحة جيدة. كيفما قلت داخلي في العدس ديالنا وهي سنة مستحبة. نبي عليه الصلاة والسلام. جينا باش نتعرفوا على الفوائد كاملة ديال هذا العادة. ديال أننا ناكله التمر مع الماء. وشي حويج لي بدت شحل من واحد ما يكونش تعرفه. كيفما تنعرفه أنه فشا نكون صييمة. سكار ديالنا سيهبط بزاف. لغليسيمية سيهبط. لطو دانسولين هرمون الانسولين سيهبط. فشا نجيو نفطره. الغريزة ديالنا. الجسم ديالنا تطلب لنا شي حاجة حلوة. داك. داك. خاص للول ناخد شي حاجة لتعطينا طاقة. داك. الهدف هو إمداد الجسم بالطاقة. ما كيش محسن من تمر. داك. شلي كيش. لأنه كيش حلوة. ما دام شي حاجة حلوة. تطلع لي سكار. يمكنني مبدأ بالبغرير بالعسل. لا. سيبالا ممشوز. وخا بغير بالعسل. أطلع لك سكار. ولكن سبحان الله. سبحان الله. داك الميزة ديالتمر. القيمة الغذائية ديالتمر. تتخليها أنه وخا تطلع لانسولين. ما تطلع بنفس الطريقة اللي غدي تطلع لك بسوء. سكار اللي في تمر ماشيه أو اللي في العسل. لا. هم بجوجهم فيه سكار طبيعي. سكار. تمر فيه دو جوج أنوائي السكار. بلوكوز الفكتوز. داك. هو بحذ بي لاخدية 100 جرام ديالتمر راح 75 جرام ديالتمر. هذه حاجة لدبا نضخو فيها. لأنه تمر فيه فوائد كثيرة بزفل الصحة ديالنا. ولكن حلوة. ومؤشر السكر دياله طالع. ما معناته أنني خاصة نأخذ سبعة ولا تسعة ديالتمرات. لا نشاهدوش هالكيمياء اللي خاصنا نرمال مون ناخدوها. أحنا أخذ التمرات. على حسب أدنية كدكتور. على حسب النوع ديالتمر. غدي ناخد تميرة عادية. مثلا. ماشي. هل غدي ناخد مجهول. فالمجهول كنظل أن تميرة مجهولة راكت هي كتسوي لي واحد ثلاثة ديالتمرات عادية. يعني إذا أخذت مجهولة راكت تاخده أحدا. خديت تميرات صغار راكت تاخد ثلاثة. تاخد ثمر مع أميها. أميها تنقلها دافية. لا تكون باردة و لا تكون سخونة. ما سنفعله؟ أولا. سنعطي الجسم الطاقة. ثانيا. تنهي الأمعاء والمعدة لنا الاستقبال الواجبة التي ستأتي من بعد. لذلك. إذا أخذناه أول حاجة السكر. طلع لنا. تنسينا واحد شوية تنسينا واحد شوية الدماغ تستوعب أنه نسبة السكر طلعت. فشتجي تتاكل تتلقى راسك أنه شبعان لأنه من غير أنه السكر طلع تمر فيه أليف. إذا أخذنا مئة جرام ديالتمر ألقوا ثمانية جرام ديال أليف. وبالتالي سحة جهاز الهضمي. ما بيش نتعرض للكمستيباسيون. اكزاكتو. هذا من الفوائد ديالتمر. أنه إذا أخذت تنتايا ثميرة ثلاثة ثميرات. على حسب كيف ما قلنا لطاية ديال هو من نوع ديالتمر. أولا أتفاد أكبر مشكلة يوقع للناس في رمضاني. هو مشكل إمساك. دعت دراسات أما هم دراسات طبية على ناس جغوب خداوث ليعطاوليه سبعة ديالتمرات في النهار. والناس ليعطوهمش داك الكيمية داك التمر. الناس ليعطوهم سبعة ديالتمرات في النهار معانوش من المشكلة ديالتمر سبعة ديالتمر. ولكن هنا يا حذاري نعاوض نستطر. هذا هذه كمية علاجية ليست كنظام غذائي لأنه علاجية. رساً هدعو له كمية محددة. فشان هدعو له نظام غذائي ليس تاخذ كمصدر السكر بوحده كتمر. غادي تاخذ مصادر ديال السكر خرين في الوجبة ديالك. راتتمرات ثلاثة ثميرات كافية. سؤال. بما أنت انتكلموا على نظام غذائي وإيجيان دوفي ونمط حيات في رمضان. بالنسبة الناس الذين يعانون من مرض السكري. هل يجعل تمر مسموحة اليوم في الوجبة؟ في إفطر. ثميرة صغيرة. ثميرة صغيرة مازل. ثميرة وحيدة. ثميرة وحيدة بارك. هذا كل مرض السكري. سوف نأخذ الماء تهوى. الماء إلى جمعة تمر تعاون تهوى للترطيب. وتعاون التهيئ المعيدة لإستقبال الوجبة من بعد. من غير السكريات التي هي طبيعية كي قلنا غلوكوز وفكروكتوز. غير الألياف التي كانت قابلة للدوابان أو صلوبة. وهناك مضادة الأكسادة. وهناك مضادة الأكسادة. وهناك الفائدة للتمر. إذا أخذت 100 جرام. يجب أن تفهمها أن أخذت تقريباً نصف للإحتياجات اليومية في المعادن التي يحتاجها لك. لدينا المعادن التي تتمر أولاً كنعرفهم كين الحديد. كين المنغانيز. كين الفوسفور. ولكن من أهم المعادن اللي كينين كين البوتاسيوم والمانيازيوم. نعم. والكالسيوم. فشتي تجمعوا بوتاسيوم. مانيازيوم. فوسفور. وكالسيوم. سنهضروا على صحة العظام. وكنهضروا على كميات اللي هي معقولة. معاً نعم. وقد تستطيع التحديات اليومية. بدأت كميات اللي هدرنا عليها. من غير هذا شيء قلناً للمضادات الأكسادات. المضادات الأكسادات ممتعوا لثلاثة الأنواع. لقدرنا الكاغوتينويض. لدينا البوليفونول. يدعنا الفلافونويض. لدينا مضادات الأكسادات. لأنه من أكبر ثلاثة المضادات الأكسادات المهمة اللي كانت في الطبيعة. نعم. اسمح الله. ديما. الثانية هي طبيعية تنهي على تمر الفواكه المجففة والفواكه الكاملة لتأخذهم الناس يقولوا رحلوين سمح لي سؤال تكلمت عن المجففة أو الفواكه الفواكه يعني التازجة أو المجففة الفرق بينهم لأنه تمر سيكون فواكه مجفف فواكه مجفف الفرق بينهم هي تركيز سكر تركيز سكر فاشا تخذ فاكهة طازجة النسبة للسكر لأنه كمية الماء كبيرة بزاف فاشا تخذ فاكهة مجففة ذلك الكمية للسكر في ذلك الكمية تأخذنا 100 جرام فواكه طازجة 100 جرام فواكه المجففة نسبة للسكر تطلع أخذناها تمر موين 17 جرام السكر وهي 70 سعر حرارية تأخذنا 100 جرام تمر تأخذنا 75 جرام وتأخذنا الماء يقابل 280 جرام من السعرات الحرارية لذلك 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 تأخذ التمر بالعقل تأخذ التمرات كافية لذلك هذه المددات المنفعة في رمضان لذلك 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 تأخذ التمرات لذلك 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 أن السموم كامل سنطردوها لا يمكن أن تأخذ نهار كامل وعندما تصابر سأبدأ ما كنتك بالدقيق الأبيض وكاس دي العصير لذلك سكر غير طبيعي سكر مضاف وكاسي لبغ لأنه كيف ينفرق من السكر سكر لبغ لذلك سكر لأن الفاكهة ستكون جيدة لذلك النصيحة أن نأخذ فاكهة طازجة لأن العصير كانت تكلمة على سعارات حرارية أكثر لذلك لذلك أنه يشعر بالعطش أنه يأخذ حاجة جيدة وكاس دي العصير انتفاخات تنسى رمضان بالكبد لا تنسى رمضان بالكبد لا تنسى رمضان بالكبد فهو تمر لذلك إذا أخذنا هذا الشي كامل هضرنا على الأمعاء أنه تنتفاده بالكبد هضرنا على الطاقة ونهضر على صحة الدماغ لأنه تمر في فوائد هذه المعادن ومددة الأكسادة صحة الدماغ نتفاده في الزهايمر نهضر على صحة العظام كما قلتنا جمع كالسيوم، مانيزيوم، الفوسفور ونهضر على صحة الجلد كل ما هو مددة الأكسادة صحة الجلد، صحة البشرة الشعر البشرة، الشعر، كل شيء فهي سنة مستحبة هي دخلة في العادات ولكن لديها علاش لأنه لا يوجد شيء دخلة في العادات ولكن ليس صحيح أتمنى أن يدلوهم تورثناهم، ولكن يجب أن تبدل هذه الأمور خاصة نحفظ عليها إذا ما تدرش هو أننا نأخذ كميات كبار كما قلنا في الأول دكتور سارة رهوبانت، شكرا للنصائح التي قدمت لنا اليوم وشكرا على وجهت معها نمر مشاهدين لفقرة للأحسن وفقرة للأحسن رفقتك مونة صباحي نقترح علينا هذا الموضوع المهم جدا والذي سوف نتكلم اليوم على السعادة وتأثير المتعة أول شيء نريد أن تعرفه الفرق بين السعادة والمتعة المتعة هي لحظية كتأكل السكر سارة تفدتنا وذكرتنا بأهمية التمر ولكن كمية السكرية فكتأكل واحدة، كتأكل ثانية، كتأكل ثالثة كي يبقى العسر، كي يبقى الحاجة هذه متعة، هي لحظية ولكن الآن تكملها كرشية نسخة، تكمل رمضان كما قالت بشهمة في الكبداء تزيد في الوزن، تقول لي إذا كانت الاستفادة التي تقدر من رمضان كاملة ليس هتلقى في حين السعادة المستمرة المستمرة جاءت نتكلم له جربة علمية الدرس لكي نعرفوا هذه المسألة لأن الكثير من الناس يربطوا السعادة والفرحة والريدة بمجموعة الأشياء ليس بالضرورة تكون مادية ولكن متعلقة بواحد نوع من الإنجاز مثلاً نحصل على السعادة نحصل على السعادة أولاً بالأشياء خلاص المادية البحثة نحصل على الدارية نحصل على السيارة نحصل على القضية ومتابعهم في حياتهم لواحد المدة وكيشوفوا هاد الناس كيفاش كتكم سعيدة فهاد الناس أولاً حزينة فهاد الناس كي الناس اللي كيتسموا الـ أولاً يعني ناس اللي كيشاركوا في مسابقات الريادية وناس اللي كيشاركوا عندهم شركات وخدامين على أهداف مادية فالقاوا في ثمان سنوات بزاف الأشياء كترة من بين هاد الناس كي الناس اللي حققت أرقام قياسية وكي الناس اللي يحفظ تعرضت الحوادث كبيرة جداً اللي بسببها فقدوا بعض الأعضاء ديالهم فتخيل أن هادوك الناس اللي حصلوا على ذاك الأرقام القياسية كما الناس اللي حصلوا شو وحدين اللي بحوه في الالوتخي في الياناصيب ووحدين حصلوا أموال كبيرة جداً ووحدين حقوا ديفايت يعني الإفلاس وناس كيما قلت لك تعرضت الحوادث اللي يحفظ تحت لها رجلها مشاوليها العينين مشت لها واحد الحاسة من الحواس فكيلقوا أن أين كانت هاد الأشياء إيجابية جداً وسلبية جداً بعد واحد المدة من الزمن كترجع للمستوى السعادة اللي كنت فيها قبل ما تصعروا الحادثة أو قبل ما تحقق الإنجاز وهي اللي كتسمى الهايدونيك أفكت فهذا الهايدونيك أفكت بلو ناس كي يخدموا فيه بزاوزا ما كيفاش أنا مستوى السعادة ديالي وخيحق تهد الإنجاز الرائع جداً كتكون فرحاً بالنهر الأول الأسبوع الأول الأسبوع الثاني من بعد شوية مستوى السعادة ديالك لما قبل ذاك الإنجاز كما ذاك الحوادث اللي يحفظ تخيل واحد كان برجله مشات ليه رجل رأى شيء خطيرة جداً ليس حاجة اللي كتسمعها من الأطراف ديالك من الأطراف ديالك الحركة ديالك اللي معناتها أولا يحفظك أنت كتشوف بعينيك فوقع شي مشكلة مثلا عندك داء سكري ولا شي هذا ولا حادثة لقيت رأسك ما كتشوفش يعني شي مسألة اللي كتطلب منك واحد إعادة الحسابات الكلية للحياتة ديالك نعم فتخيل بهذه الأشياء من بعد واحد المدة من الزمن واحد المدة ديال تأقلهم كترجع للنفس مستوى السعادة اللي كنت فيه قبل ما توقع يعني لو أنك كنت إنسان متوازن سعيد في حياتك عندك واحد لاستخل واحد المجموعة للناس إيجابيين محيطين بك عندك توازن في حياتك كنت متقيق وخطط تعرض لهذه المشاكل الكبيرة جدا من بعد واحد المدة كترجع لنفس مستوى السعادة ديالك وإذا كنت إنسان عايش في الكآبة لأن الكآبة تعود الأفكار السلبية تعود النقير تعود عدم الرداء تعود ماشيش حاجة لا وراحيت وقعت لي لا وراحيت وقعت الكاديم زيانة ولا خيبة فانت سعيد ولا حازين ولا حيات المحيط ديالي إيجابي ولا سلبي فانا لا عندك وحد الدور في اختيار المشاعر ديالك وبالطريقة اللي كتختارها كتولي عادة كتولي انتم تعود على ذاك الطريقة يعني احنا يعني مسؤولين لطريقة التفكير ديالي طبعا مية في المائة ألف في المائة مش غير مية في المائة وانا ما نربطوش فإذا كيفاش نخرجه كيفاش لكن هذا الهيضونك افكس وأنا ده بك نقول عندما نأخذ طرنوبيل وانا ندير الدر وانا نحصل على الدبلوم وانا وصل المستوى ديالي انو اللي فرحان وانو اللي نشيط كيف هدف ينتحقيق هدف تخيل تل هدف فهد ذاته يقدر يدير لك هذا الهيضونك افكس يعني مثل انك تقول أنا من نوصل للوزن الميتالي هنكون أسعد إنسان في الدنيا وكتبقى كتتعافر الخاصة للناس اللي كيمشوا يديروا رجيمات قاسية وما كيمشوش بطريقة متوازنة وما كيمشوش يخدموا على ليجيين دوفيو كيمشو فقط غير لا غزيين دغاقونيان حلقة جيس بطرق ولا غيباز عمالة فلو فيت بوسيبل ولا عملية غار فمتب بسرعة ومن بعد من نهارا معروف أنها كترجع فإلاك أنت من هذا تتعرف أن مستوى السعادة ديالك اليوم لحظة اللحظة لها ديالي مثلا كتلقى رأسك تمانين فلو يفق انت بيخار ما بضرورة مية في المية في الوقت ومثلين تمانين في المية تسعين في المية الحمد لله بيخار عندك وحدة ريضة كتوقع لك هذه تقلقك تقلقك هذه ومبعد منها كتبشي لكني في حالك فمنها تحصل على ذاك الهدف ربس أرى هذه الكمية ديالساعدها تستمر أرتفع في هذه اللحظة ومبعدنا ترجع لذاك الكمية ديالساعدة اللي عندك اللي هي أصلاً عادية كاينة إذن كيفاش نديره كيفاش نديره خاصنا كما كسميتها الريضة خاصني أن أنت لك طبعا فنتكلم على السعادة ونتكلم على المتعة المتعة تكلمتي أنها لحظية أما السعادة فهي دائما على حسب الأفكار اللي أنا متبني ولي أنا كيفاش بغيت نعيش حياتي الآن أظن أنه هما أتي بقوا يعني أحسيس للسعادة ولا 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 المتعة إذن شكون مسؤولين اليوم سأرون بعض النواقية العصبية أبعا أن المتعة تذيك المتعة ديال وتقدر تكون مادية سيد دوبامين سعادة تنظر لسيغوتونين 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 يعني نواقية العصبية مختلفة حينا اللي كندير لهم الإنتاج دا بديا النقطة وأنا جاي العمل ديالي كنقول أنا كنفيد وكنستفيد يعني كنربح واحد الجانب مادي ولكن ركنحق واحد النفع كنعون الناس يكونوا حسن فأنا في هذه اللحظة غيان متى تدير ذلك لاكسيتاسيوم را تقدر تفتعلها في الأول عاي باش تتخلق ذلك العادة من بعد منها كتوالي عندك مباشرة كتوالي واحد لنكخاج واحد الرابط إيجابي ما بين أنك مشي الخدمتك هتفيد وهتستفيد وأن عندك تنجز وأنه بلزير بيانسر فهانت تدرتي الدوبامين ولا سيغوتونين ولا سيطوسين كل شيء تخدمت جميع والأدغينالين الأدغينالين لا شيء خيبة الكترة ديال بوحد طريقة اللي تخيل أنه شنو اللي ينتج ذاك الأدغينالين هو اللي يبيل لنا وش ذاك الأدغينالين بوزيتيف ولا نيغاتيف نعم فكل معه وش مشاعر الخوف أو لا مثلا مشيت كندير مثلا أسبور ولا مشيت مثلا لعب دماناج اللي شوية صعب ولكن عسكرا من بعد اللي تنزل على خير وفي خير ما شيف حال تخيل أنت باشي بالليل وفي ستلك تنوبيل تكفوز الليل وفي ستكونا يخرج ليش يحب ويقتلني ومعشون يوقع لي يخرج يسبع مثلا أنا بشيغل أدغينالين نرى والله العاضي في خبر أنا إنتاج لأدغينالين دائما فنحضروا في هذه الطريقة هذي إذا أخرج يسبع شناو الحرمو اللي سيتسكرتها جسم ديالي سيلا أدغينالين فيها موشن موشن هي حركة هي تحرك هي بوج هي فيك الكوشوز ما تبقاش غالس بلاسك وكتكبر فيها كتكتر فيها كتزيد على تخلق لها واحد الروابط في العقل فكتولي هي طريقة العيش إذا رجعنا نفكره فدائما قو نحفظه على واحد التوازن التوازن مني يجي مثلا قلت نقبيل الأهداف أنا بغي ندير أهداف مزيح ولكن وإذا أنا سعيد بلا هذا الأهداف إذا لنش ندير الأهداف ما كديرش الأهداف غباش تكون سعيدة وهي اللي كنسميها على ذلك السعادة في الطريق في ذلك المراحل أي إن كان الهدف كبير قسموا الأهداف صغيرة جدك بشوية بشوية درجة تحس برأسك عندك ذلك كمية لها الدوبامين لأنك أنجزتي شي حاجة هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية هي التقبل والرضى وهذاو تندربوا عليهم لأن صراحة التربية كتلعب علينا دور كبير جدا يلاحش في واحد المحيط للناس كتشكفي كتنجرفي كيبليهم فيك غنى قصولة إذا انتبرتك راتت تكون قلس وكتسمح صود الأم ديالك صود الأب ديالك في الودن ديالك ديال عمرك ما تفرق عمرك ما تدير أول حتى تسكبر بدك نقص يعني وأنا دائما نبقى نشوف رأسي هذه النظرة الدنيا دير مع مرني غندير شي حاجة ولكن هذا ما يعنيش أن الإنسان يبقى مبلوقف هذا ما يعيش مثلا في الطفولة ديالك ذاك ما يبقى نوصل واحد سن معينة يصف الإنسان ياخذ مسؤوليته بشأنه يشتغل على نفسه ويداوي ذاك المسائل إذا كانت عنده جراح أو شي حاجة ويخدم على الأهداف دياله وفي هذا الشجاع كامل بشي يكون عارف رأسه أنه يعيش واحد الحياة السعيدة يخدم على مستوى السعادة وهو يشتغل على نفسه بشي يتحقق الهدف راح الطفولة فأما فيها بس لي كنت تشتغل على نفسي أنني يكون عندي واحد المرافقة نفسية أو لا أعلاش الله شنوبات كتكون غير طريقة تتربية تقدر تكون أنها أخرى بقعتك واحد شوية بإمية كتكون شي حاجة تقيلة طبعا أكيد خص المرافقة كوتش مناسب ضحي كنشكرك بززاف لتغضيحات المفيدة التنقل بسيارة الغير دون وكالة موضوع الورقة القانونية اليوم غد مع البروفيسور محمد جمال معتوق فقرة صحي والديد مريا بن جلون اقترح علينا شربات رمضانية صحية الكل والمزيد في صباحية الدوزام واشر مباركة إلى اللقاء اشتركوا في القناة